أولاً الإمارات العربية المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاءة الآثار المأساوية التي تسبب بها النزاع هذا على شعب السودان الشقيق. بالأمس أعلنت الإمارات العربية المتحدة بأنها خصصت 70 مليون دولار إضافية كمعاناة للسودان عبر الشركاء ووكلات أممية للإعانة. وقد خصصنا 30 مليون دولار أمريكي لدعم الدولي المجاورة. يأتي هذا مضافاً على 130 مليون دولار أمريكي قدمناها للمساعدة في الأشهر العشر السابقة. وإن الملايين من شعب السودان يواجهون خطراً محدقاً من المجاعة. ولا يعقل أن تستمر القوات المسلحة السودانية بعرقلة المساعدة الإنسانية ووصولها للمحتاجين لها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. ندعو طرفي النزاع إلى حماية المدنيين وبناهم التحتية ليصيلا إلى وقف لإطلاق النار ويتوجه إلى عملية انتقالية للحكم المدني. نرى أن شعب السودان يزدحق السلامة والعدل وهم بحاجة لوقف إطلاق نار وعملية سياسية ذات مصداقية وتضفق سلس للبساعدات الإنسانية. إن الأعذار وتوجيه صابع الاتهام لا يخدم إلا لإطالة معاناة المدنيين. إن ممثل القوات المسلحة السودانية عليه أن يسأل إن أراد فعلاً أن يضع حداً للنزاع والمعاناة الإنسانية. لماذا يرفض حضور محددة جداً؟ لماذا يقطع الطريقة أمام المساعدة؟ ماذا تنتظرون؟ عليكم أن تتوقفوا عن إطلاق البيانات الرنانة في هذه المنتديات. وعليكم بدلاً من ذلك أن تتحملوا مسؤولية إدهاء نزاع بدأ بأيديكم وفعل أيديكم. وشكراً سيدي الرئيس.